يا فرح ما تمت يا هواوي ولكن ان شاء الله قريبة ونقول مبروك بشكل كامل أيضاً سامسونج يجب أن أقول لكم عن الأشياء الرائقة التي ستفعلها وبالتأكيد لو تكلمت عن الطب سيبدأك تتعالج من أي مكان في العالم بإذن الله بالقريب العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار التقنية والعلوم من أول بأول أبدأ بأول خبر وأتحدث عن تحديث جديد على نظام iOS 13 تحديث نسخة 13.2.3 هذا التحديث يجب تحسينات وتعديلات وسد لبعض الثغرات بالإضافة إلى إصلاح مشكلة التحديثات في نفس التحديث عندما تتحدث تطبيقات أحياناً تضبط التحديثات في هذه التطبيقات وأحياناً ما تضبط نتحدث عن أبل في نسخة iOS 13 يسرعوا وتيرة التحديثات أمر ما تعودنا في السنوات الماضية من أبل ولكن الشيء الحسن هو أن هذا الأمر يصلح كل المشاكل التي نواجهها مع سلوب جديد بنظام iOS 13 الذي أقرب لنظام أندرويد في الحلقة الماضية سألتكم لو هناك قرية بعيدة ومشاكل طبية أو نقص سألتكم في الحلقة الماضية لو لديكم قرية فيها نقص في بعض المعدات الطبية وفيها مريض، هل تنقله عندما كان هناك تطبيب صحيح أو تحل الموضوع عن بعد؟ لا تتصوروا الحلول الموجودة حالياً في هذا المجال لأن هذا المجال مربوط بشكل كبير بإنترنت الأشياء والحل؟ التشخيص عن بعد هو الحل ومتوفر الآن فعلياً ويتم الاستفادة من خدمات السحابة وإنترنت الأشياء فيها عندنا مثلاً خدمة تيلي ميديسون، وهو الطب الاتصالي التي من خلالها تستخدم معدات طبية تقوم بقياس عدد من الأمور مثل ضربات القلب وضغط الدم وحتى تخطيط القلب وغيرها وفي لحظتها النتائج تذهب للطبيب والتي في نفس اللحظة تكون متصل معه صوت وصورة وترى النتائج بشكل مباشر ويشخص لك حالتك وينصحك بأفضل التدابير التي ممكن تتخذها للتحسن STC أعماله من خلال خدماتها في إنترنت الأشياء تستطيع تساعد في جعل هذا الأمر ممكن للعيادات المختلفة في المناطق التي يصعب عليهم توفير أطباء مناسبين خاصة لو تكلمنا عن خصوصات حيوية جداً خدمة مثل هذه ستوفر وقت وجهد ومال بإذن واحد أحد وأيضاً بنفس الوقت الكفاءة العالية الموجودة فيها ستجعلها حل جداً ممتاز ودائماً في حلول جداً غرافية وبإذن الله أول بأول سأجيب لكم مياه فدائماً أخبركم مشتركين اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر التنبيهات اللي هو الجرس على الأساس تعرف الحلقات أول بأول بإذن الله على فكرة هناك فيديوهات بطلة في القناة خلال الأسبوع أهم هذه الفيديوهات أرى كيف تستطيع تضبط الواي فاي وتغطية الواي فاي في بيتك بشكل كامل مع التطبيق فأوضحت لكم كم قطعة مقوي وش نوع المقوي وش فرق الواي فاي عن غيره من الشبكات لا ننسى أنه نزلت مراجعة الأنور 9X نزلت مقارنة بين الأي 70 والنوفا 5T نزلت الفري بودز 3 وحتي هناك مسابقة عليها وحتي هناك مسابقة على الأنور 9X وهناك فيديوهات كثيرة والشحنات لا يفوتكم خاصة قربين على بلاك فرايدي والسايبر موندي فالذي يطلب أشياء كثيرة من أمريكا في فيديوه على القناة عن الشحنات لا يفوتكم مهم جداً، الأختبار الذي مرت فيه والتجربة التي مرت فيها مع نفس الشركة لا بد أن تشاهدها، دائماً مشتركين أيضاً أنتقل الآن لهواوي وتمديد من نفس الولايات المتحدة الأمريكية للصين والتعاملات من شركة هواوي مع الشركات الأمريكية وأتكلم عن هذا التمديد ساري إلى تاريخ 16 فبراير هذا الأمر حسن، نعرف أن أمورهم ما زالت ستستمر كل شيء تمام سيستمروا في إصدار بعض الأجهزة والنسخ والأشياء كلها ولكن يظل معضلة التراخيص الجديدة للأجهزة الجديدة التي الله يسرها يا رب العالمين نعرف أن من هنا إلى 16 فبراير صرنا على المحك بنسخة P40 فالله يسرها متفائلين دائماً أعطيكم الأخبار أول بأول بإذن واحد أحد وهنا أستطيع أن أتكلم عن نسخة الميت 30 برو سترى النور في أوروبا صاحب كميات محدودة وأيضاً هذه الكميات لم يكن فيها موجود خدمات نفس جوجل ولكن مطلوبة حتى بدون خدمات جوجل أنا لو سألتكم، هذا الأمر من رأسي من كيسي فأتكلم عن نفس أجهزة هواوي ميت 30 برو لو توفرت عندكم، هل لديكم استعداد أن تشتروا الأجهزة وبعد ذلك تضبطوا عليها مسألة الروم ومان روم وتضبطوا عليها السافتوير أو خدمات جوجل هذا الأمر كنا نسويه وما زلنا نسويه مع بعض الأجهزة التي تأتي من بره المملكة أو لموجهة للصين فبالتالي نجيبها ونسوي عليها بعض الأجهزة ونضبط عليها خدمات جوجل مع مراعاة بأنه سيروح الضمان ونخسر بعض الأشياء من ناحية الدعم ولكن شغف الحصول على أخر الأجهزة أحياناً يجب عليك تفعل شيء كذلك وأنتقل لـ OnePlus والـ OnePlus 8 وتسريبات تشبه لنا نفس هذا الجهاز بجهاز OnePlus 7 والـ OnePlus 7 Pro نتكلم عن إمكانية الأربع كاميرا الثلاثة موجودة خلف الجهاز وواحدة موجودة أمام الجهاز المفروض لا ينزل السل بقيله أكثر من أربع شهور ولكن ما زالت التسريبات تظهر لكل الأجهزة الجديدة القادمة بإذن واحد وهذا الأمر الذي نتعود عليه معكم خلال الحلقات التي نظهر فيها في التقنية ومنها نعرف أن كل شيء جديد موجود بإذن الله الآن سأتحدث عن سامسونج وسامسونج مع الـ S11 طلع أكثر من خبر جداً مهم أول واحد للأسف ليس مره رائق لو تكلمت على الـ Waterfold Screen شاشة الـ Waterfold وبطبع شاشة النوت تذهب للحواف بشكل جداً كبير فبالتالي تشعر أن الشاشة لا لها حواف من الجهاز الأمامية يمكن هذه الخاصية لن يحصل عليها جهاز S11 و S11 Pro ولكن خاصية أخرى يمكن أن تكون جديدة وممتازة وسبق ذكرناها قليلاً وهي حصول على كاميرا 108 ميجا بيكسل هذه الكاميرا ستجلب حساس جداً كبير وحساس ممتاز بإمكانيات جيدة في التقاط الصور ولكن في الفيديو سيأتي بشيء أفضل ولم نرى الجهاز من قبل إن تأكدت بعدين مع الطرح تصوير فيديو بقدرة 8K نتكلم على فيديو أعلى من دقتنا الضعف نحن نصور 4K نتكلم 8K نعلم أن هذه الدقة جداً صعبة على الأجهزة لتعالجها ولكن واضح أن المعالج الذي سيكون في الـ S11 سيتبع نفس وتيرة التطور المعتادة سواء هو الكوالكم سناب دراجون أو نفس الأكسنس الذي يخرج من نفس شركة سامسون وبالتالي سيكون قدرات التصوير جداً عالية والـ 8K 30 إطار في الثانية ستكون ممكنة على الجوالات وساعتها، وين نتفرد على جوال 8K؟ هناك أحد يرى شاشة 8K جد جد كم واحدة في 4K؟ نعم من جد، نحن في 4K نرى الإحصائيات كم واحدة في 4K ولكن في يوتيوب يوجد 8K، ولكن لا يوجد شاشة 8K هذا يفيد أن تصوير فيديو بحجم كبير وبعد ذلك تقص للفيديو ويبان 4K بشكل خرافي أو تقصه أكثر ويبان Full HD بشكل خرافي ونسخة سامسونج ونسخة نوت 10 بلس التي تم طرحها بالتعاون مع ستار وورز ولكن الألوان الأسود والأبيض التي تم استخدامها في تضبيط هذه النسخة الخاصة الاحتفالية في ستار وورز من نفس سامسونج ومع نوت 10 بلس بصراحة ألوان رائقة أحمر واسود مرة رائقين بالتشكيلة وبالطاقم الذي يعملوا وبالذات حتى البودز من جالاكسي كانوا موجودين بهذا الرتم اللوني الذي يعتبر شيء جيد هل يأتي منطقتنا؟ للأسف لا يوجد أي تأكيد إلى الآن ومنها انتقل للسوشيال ميديا وأقول أن تيك توك شبكة اجتماعنا معهم وقالت لكم هذا الأمر ولكن رسمياً تعدد تحميلات تيك توك 1.5 مليار تحميل هل هذه الشبكة بتاكل كل الشبكات الباقية أم لا؟ هل بالفعل يريد أن نستثمر أكثر في تيك توك أم لا؟ صراعي دور معي ومع كثير من صانعين المحتوى سوين على تيك توك محتوى خاص وهذا الكود حتى حقهم طريقته من يوم يصبح الاستحواذ على ميوزيك لي قاعدين يعملوا أشياء مختلفة في تيك توك وقاعدين يحاولوا يطلعوا المنصة ولا ندري هل تتوقعوا أنها تكون المنصة الأنجح؟ شخصياً أنا شخصياً بين التردد وإنت كيف الموضوع؟ بالنفس الشيء الاستدامة كيف ستكون؟ بالضبط الاستدامة كيف ستكون؟ هل سيبدأوا يعملوا تعديلات أو تخطيئ؟ لا ندري ولكن زينا زيكم قاعدين ننتظر والله يسرها يا رب العالمين وأنتقل الآن لسناب شات وورشة عمل صارت عندنا في مدينة الرياض مع سناب شات وتطوير العدسات محمد ما شاء الله عليه هو المطور الموجود ومعتمد للعدسات مع سناب شات وللتوضيح مصطلح الفلاتر يختلط على بعض الناس وأنهم يحسبوا نفس العدسات فلاتر لا، العدسات شيء أشمل وعم وأكبر يشمل الفلاتر وغيرها من الأشياء الموجودة على المنصة عندهم تطبيق اسمه لنز ستوديو من نفس سناب شات سأضع لكم هذا الموقع الموجود على الشاشة اكتب لنز ستوديو على جوجل هذا الموقع تستطيع تحمل من خلاله نسخة البرنامج الخاصة بالماك أو ويندوز ومنها تستطيع تربط جوالك وحساب سناب شات بشكل مباشر وتبدأ تعمل عدسات ما توقعنا السهولة التي طلعت معنا في تطوير العدسات بالفعل أمر بسيط وتطلع بنتائج حلوة فقط ينقص التفكير الذي تطلع فيه وتزوده على هذا البرنامج ومن خلالها تطلع بشياء رائعة حضرنا من عندي في تيك بيز، أنا وماهر وأحمد كيف لقيتها، هل حلوة ام لا؟ التطلع بمعبار كارت جديد، مثل ثلاثة في دي اصلاً ما لديك اثنين ميجا تقريباً أربع ميجا؟ أربع ميجا بايت للفلتر، لم يحجم مرة صغيرة كان هناك خذعة مثل الثلتر للباس وبعدها مجرد صورة، ولكن ليس مراح فهين لازم تستغل بالفعل التطبيق على أساس تعرف كيف الأربع ميجا بايت وأتمنى أن أرى ورشة كذلك أكثر من مختلف المنصات بإذن واحدة أنتقل الآن لخبر جداً راعي في المملكة العربية السعودية وإطلاق منصة كلكم في العالم العربي تستطيعوا على وصول لهذه المنصة، منصة المصدر المفتوح نعرف أن المصادر المفتوحة في البرمجيات والتطبيقات وأن الأنظمة التشغيلية تعتبر من الأساسيات إذا لديك برامج مصدر مفتوح، تستطيع تطور أشياء أكثر وأكثر وتستطيع تبدع في مجال البرمجة والتطوير هذه المنصة تنتجينها من وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بكل بساطة، تستطيع تدخل الموقع المكتوب على الشاشة وبإذن واحد، ستشاهدوا آخر التطورات على هذه المنصة وأشاركوا فيها بإذن الله الآن أذهب إلى الاستفتاء والأجهزة الذكية سألتكم على موتورولا بشكل عام كشركة كيف ترونها؟ تعرف تسويق لنفسها؟ تعرف تطلع إبداعات أو لا؟ أكثركم أجمع أن هناك إبداعات ولكن للأسف لا يوجد التسويق الصحيح للأجهزة والإبتكارات التي تظهر فيها موتورولا بصراحة أتمنى هذا الرازر يأتي وعلى فكرة يأتي له نسخة خاصة من هذا الجهاز بإذن الله للوطن العربي بشريحة وهذه النسخة طبعاً يدين كم السعر ولكن ستتوفر بشكل رسمي إن شاء الله سأجب لكم المراجعة أول بأول فمن متحمس لهذه المراجعة؟ يشارك في الاستفتاء أنه نعم على الأقل نريد مراجعة من خلالها أريكم الفرق بينه وبين أي جهاز ينطوي وأيضاً أريكم الأشياء الأساسية التي تستفيد منها مثلاً مع استخدام أسبوع كامل من هذا الجهاز ومبدأ الجهاز التي تنطوي بشكل صدق Beats Solo Pro، السماعة الجديدة من شركة Beats التي فيها عزل صوتي وتأتي فوق الأذن هذه السماعة وصلت هنا في تيك بيلز وباللون الأزرق كانت جداً رائعة فتتوفر عندنا في المملكة العربية السعودية بنهاية الأسبوع وبتداءً أتوقع من الأسبوع الجديد تجدوها في الأماكن الأساسية والموزعين المعتمدين لمنتجات أبل التجربة إلى الآن مع السماعات جداً رائعة الاتصال سريع، لديك الصوت المحيطي من زر واحد زر واحد للتحكم عارفين أن فئة السولو هي الفئة الابتدائية التي موجودة من سماعات الأوفر إير ولكن الفوم صار أحسن، والاتصال مع الشريحة H1 صار أحسن وأيضاً لو تكلمت عن عمر البطارية وهو 22 ساعة بشحنة واحدة وأيضاً عشر دقائق شحنة عن طريق منفذ الشحن اللايتنينج نفس شحنة آيفون تستطيع تحصل من خلال هذه العشر دقائق وتعطيك ثلاث ساعات استخدام بإذن واحداً وتتوفر بحوالي 1150 ريال وعندكم باقي الأسعار موجودة أمامكم على الشاشة فهذا السماعة الجديدة كأنني عملت مراجعة سريعة أكثر بشكل سريع؟ سترى الفيديو وتعرف إختصارات الأجهزة التي طلعت أسبوع أو لا إذا ايه، اعطونا لايك وابشروا وانتقل لآخر خبر، المؤتمر الذي لم أحد توقع وشخصياً أبداً ما توقعت هذا المؤتمر مؤتمر للتطبيقات من شركة أبل وواضح أن من خلال هذا المؤتمر والإعلان الذي طلع لهذا المؤتمر أبل يتكرم أهم وأكثر التطبيقات تميزاً الظاهر واحد منهم هو تيك توك الذي ذكر في الحلقة ومليار ونصف تحميل وأصلاً على اي او اس والأب ستور موجود توب ثري أو توب فايف في كل دول العالم سيكون هناك مؤتمر بإذن واحد أحد ونهاية الحلقة وكل حلقة أتمنى يا رب العالمين أن نهاية أسبوع جداً جميلة وعسى لحظاتكم وأيامكم كلها رائقة وفرحة موجودين على كامل المنصات وقف تحت روابط إلا الرابط ستيسي لينديكم تشيكوا على الأعمال والأشياء حقتهم ونهاية الفيديو لديكم قائمة كاملة من فيديوهات الأخبار ولا ننسى الفيديوهات التي نزلت هذا الأسبوع التي أجدها جداً مهمة بالذات كيف تستطيع توصل واي فاي لكامل بيتك وذكرت هذا الفيديو في الحلقة ورابطه موجود في وصف الحلقة سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك أراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته